السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن لسان براء مامة أيمن خروج براء عن صمتها قائلة أنا لم أطلب من الجميع مواساتي ولكن أطلب من الجميع الدعاء لابني أيمن أيمن ولد بمرض نادر وهو سرطان في الدم من نوعية نادرة وجريت له عمليتين جراحيتين وكانت خارج البلاد وقبل 15 يوم من الآن رجعت إلى بلدي الأم العراق وأخذت أتابع مع الطبيب الخاص به وأخذنا بعض الأدوية وبفضل الله كانت الأمور مستقرة ولكن للأسف منذ ثلاثة أيام بدأ أيمن بالتشنجات وفقدان الوعي وذهبت به إلى المستشفى وعند رؤية الطبيب لابني قال بأن قلبه توقف ولهذا السبب كتبت أختي إسراء على صفحتها بأن أيمن مات وأدعو الأم بالصبر ولكن بفضل الله قام الطبيب بعملية صدمات للقلب ولكن الاستجابة كانت ضعيفة ولكن بعد عدة محاولات ربنا قرمنا ولكن آخر الطبيب باللزوم عمل عملية له في القلب في أسرع وقت عملية دقيقة جدا بالقلب ولكن لضعف جسمه النحيل الاستجابة بالعلاج ضعيفة ولكن أحمد الله على أنه مازال معي وإن شاء الله يقوم لي بألف سلامة ولذلك أطلب من كل الناس الدعاء لابني بالشفاء العاجل والخروج بألف سلامة لأن ابني من يوم ولدته وهو يعاني من المرض ولم يعيش طفلته مثل باقي الأطفال ده كده كان كلام أختنا براء وإحنا كلنا بصراحة بندعي الأيمن وبندعي لها إن ربنا يقوم لي بألف سلامة إن شاء الله شفاها الله وعفاه وربنا ما يوريش حد في ابنه أي مكروه يا رب إن شاء الله إلى هنا انتهى الفيديو بتاعنا إذا أعجبك الفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم مننا كل جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله